من بغداد ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية الدكتور أسامة سعيدي أستاذ العلوم السياسية بجامعة النهرين دكتور يسود تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة عبدالعادر عبدالمهدي بعض التعتيم لماذا لا يزال الخلاف قائما ولماذا هذا التأخير نعم شكرا جزيلا ابتداء منذ البداية منذ اليوم الأول للتكليف يعني حاول رئيس الوزراء المكلف أن يكسر القيود التقليدية أو دعنا نسميها الأعراف التي جبلت عليها العملية السياسية في دوراتها الثلاث الماضية وبالتالي فكرة أن الكلية حاصص وأن الكتل السياسية الممثلة في البرلمان يجب أن يكون لديها انعكاس في السلطات أو في الوزارات التنفيذية وهذا الموضوع كان حاضر من خلال فتح باب التصويت الالكتروني أو التسجيل الالكتروني أو الترشيح الالكتروني للوزراء وهذه سابقة حقيقة لم تألفها الدورات الماضية في محاولة لقطع الطريق على الكتل السياسية وفسح المجال أمام الكفاءات المستقلة لأن تأخذ دورها ومساحتها لكن طبعا هذا لم يرق حقيقة للكتل السياسية وبعض الأطراف السياسية رشحت ضمن هذه البوابة الالكترونية وقدمت ضمن هذه النافذة عموما الفكرة هي فكرة سليمة والأسئلة المطروحة التي كانت ضمن النافذة تكون موضوعية للذين قدموا والذين لاحظوا هذه الأسئلة لكن الكتل السياسية لم يرق هذا الموضوع بدأت حراك محموم طيب لماذا حدد الرقم بـ 12 وزيرا فقط؟ أين باقي الوزارات الأخرى؟ ومتى ستحدد الوزارات الأخرى؟ نحن نتحدث عن مرحلة مهمة مرحلة أنه بصراحة موضوع الكفاءات المستقلة هو أشبه بعملية الفرض ديتم على الكتل السياسية رغم إرادتها هي واقعة تحت الضغط ضغط الشارع العراقي واقعة تحت الضغط المرجعية الدينية واقعة تحت الضغط حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي تتراقب المشهد وقد تتدخل ما تريده في بعض الحالات الحرجة عدم اكتمال الكابينة هو عدم القدرة على تقديم كامل الأسماء بصيغتها النهائية من قدم ضمن النافذة الإلكترونية أكثر من 15 ألف مواطن هل سيتحمل عادل عبد المهدي كل هذه الضغوطات؟ يعني إلى الآن كمراقب أنا أجده يتصرف بخطوات صحيحة وخطوات سليمة ويحاول أن يضع الكتل السياسية على المحك أن إذا ما حصل إخفاق أنا بتقديري إخفاق في أن يقدم كامل الكابينة في المستقبل سيقول للشارع أن الكتل السياسية لا ترغف في الإصلاح وأن الكتل السياسية هي التي أرادت أن تفرض معادلاتها على السلطة التنفيذية أما إذا راح يستطيع أن ينجح فهذا أنا أعتقد نجاح مؤقت يعني راح يقدم الآن 12 شخص على أمل أن يستكمل يعني لاحقا الشخصيات المهمة وتحديدا حقيقة في الوزارات الحساسة اللي هي الداخلية الدفاع طيب كانت هناك مطالبات أو أحاديث عن حكومة التكنقراط دكتور أسامة ماذا يعني ذلك؟ هذه الحكومة هل يصعب تشكيلها على أساس التكنقراط أم ذلك يبدو صعبا للآن وستمشي الأمور على ما هي عليه؟ يعني النقطة الفيصل أن الكتل السياسية لحد الآن لم تستوعب فكرة أنها لا يكون لها مرشحين في الحكومة هذا الإشكال الحقيقي هذا الموضوع يحتاج له يعني بصراحة قد يكون إلى ضغط جماهيري اليوم بدأت مواقع التواصل تنشر وتأكد على موضوع التكنقراط المستقل أن نمرد شخصيات حزبية سيمنا من المتحزبين والوزراء الحزبيين هذا يحتاج أنا أعتقد إلى ضغط نحتاج ننتظر خطبة الجمعة أن تضغط المرجعية أيضا سيكون هناك ضغط رأي عام يعني عراقي على كل الكتل السياسية حتى تترك هذه الآلية أو تترك هذا العرف الذي دمر البلد طيلة الـ 15 سنة الماضية وإلا أنا أعتقد الخطوات التي يسير بها سيد عادل عبد المهدي هي خطوات إلى الآن هي خطوات موفقة وننتظر الأسماء التي يرفع عنها النقاب خلال الأيام أو اليومين أو الساعات المقبلة لكن أكيد أنا ما أعتقد ستكون القضية سهلة ويسيرة أو تتقبل الكتل السياسية هذا الموضوع شكرا جزيلا لك الدكتور أسامة السعيدي أستاذ العلوم السياسية بجامعة النهرين كنت معنا من بغداد جائزا لا أعريبا شكرا